لانتخابا لرئيس مجلس النواب والبرلمان برر الأمر بانتظاره قرار المحكمة الاتحادية التي ستنظر لاحقا في دعاوا تقدم بها نواب للطعن بسيرة أحد المرشحين وأوفرهم حظا لنيل المنصب بعد حيازته أكثر من 150 صوتا أما القراءة السياسية فتذهب باتجاه عدم وجود اتفاق على شخصية محددة تتولى المنصب وتنهي حالة الفراغ البرلماني القائمة لسببين أساسيين السبب الأول وعدم صدور قرار من المحكمة إلى حد الآن حول صلاحيات وقانونيات الجلسة التي السابقة بالانتخاب الرئيس للبرلمان والسبب الثاني أنه لا يوجد هناك توافق بينما المكون السني على شخصية لرئاسة البرلمان وبينما يقول خبراء في الشأن القانوني أن التأجيل هذا وفر على البرلمان عقد مزيد من جلسات إعادة لاختيار رئيس له في حين أن البرلمان قادر بوجود نائبين اثنين للرئيس على إدارة الجلسات والمضي بتشريع القوانين لاتساق ذلك مع النظام الداخلي لهوى الدستور النائب الرئيس يتمتع بالصلاحيات الكاملة لأنه رئيس بالإنابة أي قرار أو أي قانون ممكن أن يشرع من خلال التصويت عليه داخل مجلس النواء وبحضور النائب الأول والنائب الثاني أكيد وممكن أن تسير الجلسات بشكل طبيعي جدا لكن ليس لمدة طويلة يجب أن يكون هناك رئيس لمجلس النواء يتعين على أي من المرشحين لمنصب رئيس البرلمان حيازة أصوات الأغلبية المطلقة في مجلس النواب والتي تعرفها المحكمة الاتحادية بأنها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء البرلمان وليس نصف عدد الحضور في الجلسة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية جلسة الانتخاب الماضية يواصل البرلمان عقد جلساته دون رئيس نظرا للصلاحيات التي يتمتع بها نائب رئيس البرلمان في حين يمثل منصب الرئيس التزاما بالتوازنات السياسية من جهة وإكمالا لأركان رئاسة المجلس من جهة أخرى من بغداد سرمد القاص الحرة